اشتركوا في القناة وهي منزلة للربح ور الحرية الزواج رح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل بعدها القمر لها منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود في برج العذراء معناته احنا مناخد من صفات برج العذراء جميع الأبراج فمنعود في هاي الفترة لطبيعتنا للجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة مثل التدخين شرب الكحول المهدئات المسكنات وبوسع نقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين وحدة طبعا ذكرناها يوم امس هي زاوية الاقتران الايجابية بين المشتري وبين نبتن وهاي حكينا انه تأثيراتها راح تستمر لغاية يعني ذروة تأثيراتها راح تستمر لغاية 25 اربعة طبعا هي راح تستمر لبعد هيك ولكن هاي الذروة القوية هي مناسبة للالهام والارباح المالية عن طريق توسط صديق او جمعية وهاي الفترة برضو بتنتهي فيها وضعية حرجة لبعض الاشخاص وبعض الاشخاص ممكن يقعوا في الحب او الغرام في من اول نظرة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل فطبعا في زاوية بطيئة برضو كنا نذكرها في الايام الماضية هي زاوية التسديس الايجابية بين الشمس وبين زحل طبعا اليوم هي ذروتها ساعة 12 و14 دقيقة صباحا يعني بعد منتصف الليل بربع ساعة بتوقيت جرينيج وبتستمر تأثيراتها لغاية يوم 17 أربعة طبعا في هاي الفترة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو بتزيد قدرتنا على تحمل المسؤولية اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم برضو مع القمر راح تتشكل عندنا زاوية تقاوب السلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون ذروتها ساعة 25 و27 دقيقة صباحا في توقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من منتصف الليل الأربعاء لغاية تقريبا ساعات ما بعد العصر اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية فانهم بهاي الفترة بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب يعني نوع من انواع التبذير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي راح تكون في تمام ساعة 3 و15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح صباح الأربعاء لغاية مساء الأربعاء وبهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية بما ان القمر موجود في برج العذراء معناه الاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الاضافية البنكرياس العمعاء الدقيقة الاعور الكولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل يوم جيد جدا وبرضو جيد هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم مناسب جدا ما في اي مشاكل من بين اذا بعض الاعراض الخفيفة بنادول او براستيمول يفي بالغرض اللي هو بس عند الحاجة لو اتاخذ حتين عند الحاجة بكون افضل وبما ان القمر موجود في برج العذراء معناته خلو المسار القادم وانتقال القمر للميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اللي هو يوم الغد 14.04 بيبدأ فيه تمام الساعة 6.11 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 8.45 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان اما بالنسب لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 12 يوم في تمام الساعة 12.37 دقيقة ضخرا بتوقيت جرينيج بيصبح عمر 13 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 طبعا سعيدة بالنسبة 45% اليوم القمر في العذرة حتى يوم 14.04 ولكن اليوم بتكو تركزوا لانه منه الان هو سعيد بنسبة 15% لغاية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% ولكن عند ساعات العصر بنزل بنحوسة بنسبة 40% اما بالنسبة العطارد في الثور حتى يوم 29.04 هو سعيد الان بنسبة 5% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% وبكمل طيلة اليوم الزهرة في الحوت حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 25% المريخ بلش بانتحاسه القوية لانه بمراحل الانتقال ذكرناها يوم امس وطبعا هو رح يستمر بالانتحاس هاي لغاية يوم 18.04 فيتوقع دائما عند الانتقال للمريخ انه بتزيد اعمال العنف والتفجيرات والاعمال الارهابية والحرائق والامور اللي لها علاقة بالنيران اكثر وهو المريخ اساسا منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر صار موجود في البيت السادس وهنا بيتراكم العمل اكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم الاهم انه بعض موليد برج الحمل بدهم ينتبهوا بشكل جيد لصحتهم لانه بصير التأثير على العمل وعلى الصحة اكثر شيء ما فيه ايش بخوف ولكن بعض موليد الحمل ممكن يكون فيه لهم اشي العلاقة بالصحة مثل مراجعة طبيب او مستشفى او علاجات او يشعروا ببعض التعام حاولوا ايجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل الى اتفاق وخصوصا مع زملائكم ابحثوا عن حليف او عن داعم واتجنبوا الاساء لأصدقائكم وشركائكم برضو في نطاق العمل اهم اشي انه تنتبهوا لصحتكم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس اللي له علاقة بالحب والعاطفة والحضود وبتظل الرغبة عندكم قوية في التقرب من احبائكم وايجاد قاسم مشترك بيجمعكم بالاحباء وبحيطكم الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتوصل او للتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من افضل ايام الشهر اذا استغلته الفرص واوفرها حظا ولكن بتكون تنتبهوا من فرض السلطة على الاحبة او بعض المعاتبة اما للابناء او لا احد الوالدين برضو اليوم بتشعروا بالطمأنينة والراحة بشكل مميز برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء القمر صار موجود في البيت الرابع وهو تربيع مع برجهم يعني بيت ضعيف شوي وبيضغط عليهم نفسيا وبيضغط على عصابهم هم رح ينشغلوا اكثر اشي في تنظيم امورهم البيتية والعائلية او مسألة عائلية بتظهر على الساحة بتلفت انتباههم بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم من صيانة وترتيب ومناسبات ممكن تشعروا ببعض الحزن او التعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن اهم اشي انه ما تنتقدوا اقرب الناس لالكم تلمسوا نوع من انواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة اهم اشي تنتبهوا لطاقتكم والتوتر ما في داعي للانفعال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر صار موجود في البيت الثالث وهو بيت قوي مغملي بالحظوظ بالنسبة لالكم بس اهم اشي انكم تكونوا اكثر وعي على الطرقات اثناء السفر او قيادة السيارة او اثناء حركتكم حتى في اعمالكم اليومية اهم اشي انه اليوم حاولوا انكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او مع جارب اليوم بسجللكم لقاء مهم واتصالات مفيدة عندك قدرة على الاقناع عالية وقدرة على ايصال المعلومة تجري ابحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة او تلاحق عمل ملح وضروري خلال اليوم وبكرة فعشان هيك بدك تستغل هاي الفترة ولكن بدون انفعالات وبدون عصبية برج الاسد بالنسبة لمواريد برج الاسد طبعا القمر صار موجود في بيت المال فاهمي شي اليوم انكم تخففوا من النقاقات قدر المستطاع تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي الو علاقة بفواتير مستردات دفعات مشتريات اهمي شي انكم ما تتسرعوا في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر اموالك بدك تكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على اي عقد وحاول انك تحدد اهدافك برضو اليوم بفتح فرص للهدايا والمكاسب المالية اللي بتيجي من ديون لايلك ممكن تستردها او نوع من انواع الدعم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الان بدأته فترة او مرحلة جديدة قوية جدا خصوصا راح تمتد للأيام القادمة الان بتشعروا انتوا بثقة كبيرة بالنفس خلال هذا اليوم وقدرها على السيطرة على زمام الامور بتكونوا مميزين باداكم الفترة هاي واعدة بخبر او تسوية او انطلاقة او مرحلة جديدة برضو بيركز عليكم الوضع العاطفي ولفت الانتباه للجنس الاخر ممكن تطرحوا افكاركم بشكل جيد وتجتهدوا على انجاح اي مشروع جديد الفترة هاي نشطة جدا بها حماسة ووضوح في الافكار وايضا الحضوض بتدعمكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر وصل للعدراء اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك رح تدخلوا يومين صعبين شوي وهدول اليومين بيتطلبوا منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر عليكم التعب الشديد ومنكم اشخاص ممكن يراجعوا مستشفى او مراكز كبيرة كمستشفيات او سجون او مراكز امنية بتكن تنتبهوا من هاي النقطة فكروا في الغاء المواعيد والابتعاد عن الاضواء خصوصا بالاشياء اللي بدها حسم فحاولوا ان كنت اجلوها ليومين قادمات يعني بعد يوم الجمعة بتكون الاجواء قوية ودعملة لكم فعشان هيك بدك تحمي نفسك من المحتالين بدك تهدئ وطيرتك وتتراجع عن اتخاذ القرارات في الفترة هاي تشعر انه نسبة الارباح قلت الحيوية نزلت طاقتك ضعيفة فترة محبطة جدا ومخيبة للامال ولكن بدك تعمل اعمالك الروتينية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الان هو في بيت العلاقات الاجتماعية اللي هو بيتك 11 فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة اهم اشي انكم ما تبقوا وحيدين حاولوا انكم تسارعوا للمشاركة لانه بالعلاقات الاجتماعية بتنجزوا كثير من الاعمال حاول انك تلعب دور بالناء مع محيطك ومجتمعك عشان تستغل الفرص وتكون لصالحك انت اليوم تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية عندك واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات وخصوصا انه في الايام القادمة يعني يومين القمر بوصل للميزان اللي هو بيت متاعبك فبتدخل على فترة محبطة مدتها يومين وربع فحاول تستغل هدول اليومين لانجاز كل الاعمال المهمة برج القوس بالنسبة للقوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بتقدروا انكوا تلفتوا انتباه المسؤولين عنكم مع اعمالكم وممكن يصير فيه تكريم او ترفيع او شكر وثناء على الانجازات اهم اشي انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك بدون مخالفات وتغيب واهمال لأعمالك اتجنب التصرف الارتجالي بدك تكون دارس كل تحركاتك ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي القمر صار موجود في بيت قويلة الكم اللي هو البيت التاسع فبتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد اوراق معاملات مراسلات او اتصالات مع اشخاص خارج البلاد بتكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر بده يتفقد امتعته اوراقه وحجزه بشكل كامل انت اليوم اندفاعك وحماسك رح يتركوا اجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة ايجابية جدا اهم اشي انك ما تضيع عليك الفرص برضو مدعوم بالفرص العاطفية والتقرب من الاحبة بالفترة هاي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر في البيت الثامن اللي له علاقة بالاموال المشتركة يعني الاموال اللي فيه شريك معك فيها ممكن اموال بنك اموال ضريبة تأمين ميراث ديون اموال الزوج اليوم ممكن تتفحصوا حساب مالي له علاقة بقرض او مستردات مالية اللي هي الاموال المشتركة اهم اشي انك تخففوا من النفقات صحتك او صحت قريب لايلك بتكون بحاجة للرعاية اهم اشي انك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط يعني الامتناع عن فرض الرأي او التسلط به بدك تكون مرن جدا ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف ولا تهمل لا ملف ولا قضية هذا اليوم برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا القمر صار الان مقابلكم تماما يعني صار بعطيكم ايجابية على مستوى شراكاتكم العاطفية والمالية ولكن بسحب منطقتكم وبستفزكم فبتتركز جهودكم اليوم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشراكاتكم سواء بالعمل بالعاطفة كزوج او حبيب او اللي هم شركاء العاطفة اهم ايش انكم تكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم بدون عصبية وبدون حدية وممكن تكون في نوع من انواع المصالحات ما بينكم برضو اليوم بدك تنسق بين مختلف الواجبات وتحافظ على هدوءك الكامل لان هاي الفترة بتكون فيها ضغط كبير والاوضاع ممكن تصعب فعشان هيك بدك تبعد عن المشاكل وسوء التفاهم واتخاذ القرارات الحادة هيك منكون انتهينا من التوقعات ولكن قبل ما ننهي ونختم حبيت اني اجل الموضوع لاخر الحلقة للاشخاص اللي بتابعوا لاخر الحلقة خلال فترة العيد احتمالية انه انا ابث حلقات بس لا ايام العيد بعد العيد احتماليا انها تغيب عن القناة لمدة اسبوعين اه طبعا مش معروف هم عشر ايام هم اسبوعين هم اقل من هيك ولكن كاقصى حد حسب ما شرحوا الاطباء للوضع الصحي بعد التحليل والفحوصات الاخيرة وصور الاشعة انه انا لازم ادخل المستشفى لانه رح اخذ جرعة اه معينة من دواء اه رح ينزل المناعة عندي بشكل كبير ولازم اكون بعزل كامل عن كل شيء وتحت الرقابة الكاملة فرح ادخل بوضع صحي شوي اه يعني بحاجة للدعاء فيه ان شاء الله انه ربنا بمضى هاي الفترة على خير اه فحبيت اني المح لهاي النقطة على اساس انه اذا انقطعت بشكل مفاجئ اه بعد العيد اه ما حدا يقلق انه الموضوع اه فجائي لا انا حبيت انبه وان شاء الله مع الايام الجاية اذا توضحت الصورة بشكل اكبر وفهمنا شو اللي رح يصير بالضبط رح ابلغ انا ورح اعمل حلقة اشرح فيها اه على اساس الكل يكون اه عارف ايش اللي بصير او ايش الوضع زي ما احنا متعودين انه انا ما بخبي عليكم ايش ولكن هذا اليوم يعني كان القرار من الاطباء ولكن لسه ما تم اه البت فيه او التنصيق لاله او تحديد الوقت المناسب لاله هيك نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة